السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الفرنسية للجميع وكما عودناكم دائما شعارنا اللغة الفرنسية في متناول الجميع وقبل أن نبدأ الدرس أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد القناة ومشاركة الدروس مع الأصدقاء لتعم الفائدة إن شاء الله درسنا اليوم جد مهم ويعتبر قاعدة من القواعد الرئيسية في اللغة الفرنسية يتعلق الأمر بـ le verbe avoir فعل ملكا شفنا في الدرس السابق le verbe être اليوم سنرى الـ verbe avoir هذين الاثنين مهمين بشكل كبير في اللغة الفرنسية يشكل واحد للقاعدة جد هامة في la grammaire francaise ولهذا الإنسان لازم أنه يضبطهم يعرف الاستعمالات ديالهم يعرف كيف يركبهم في جمال ويستعملهم في الكلام أو في الكتابة ديالهم هذين الاثنين مهمين بشكل كبير في اللغة الفرن سيغات الموفرد المودكر والمؤنثة هذين الاثنين بشكل كبير في اللغة الفرنسية أغلاح حيت أ معا أ دوو وأييل نكتب، هذا يجد فو أ، تنضي لأبواطفة هذين الاثنين بشكل كبير في اللغة الاثنين بشكل كبير في اللغة الفرنسية أغلاح فعل اعني أنتم تبلبها جدًا عندي أو أملك تيا عندك أو عندك أو أنت تملك أو هي تملك إلى هو يملك أو هو عنده إلى هي عندها أو هي تملك أنا الناس أو نحن أو شخص ما يملك شيئا ما سيغة الجمع المذكر والمؤنت نوزفون نحن نملك أو نحن لدينا فوزفين أنتم أو أنتونا لديكم أو لديكن إلزان هم يملكون أو هم عندهم إلزان هن يملكنا أملك أملك أو استخدمات أملك نحن نتحدث المشترك نان كما هو اسم المشترك كاسم سيارة منزل طاولة هادو اسمه المشترك كن عبرو بي على لابوسيشن على الملكية ديال شي حاجة كن متألكو شي حاجة شي شيء لابوسيشن أو كذلك كن عبرو بي على لاج على سين كن عبرو بي على السين كنستعملوا لفر بي على غادين نلمسوا هاد الستعمالات كلها في لاز اكزمبل امثلة اللي غادين نطرقوا لهم حالا اكزمبل امثلة اوكسيليار اوار فعل مساعد فهذا الحالة غادين نشوفوا الحالة اللولا دي لفر بي على فاش كيكون فيها فعل مساعد يعني اوكسيليار اختارنا زمان الماضي اللي هو الباسي كمبوزي فعل مركب كمثال ايهر جي مانجي انگاتو البرحة اكالتو كاكا كمبوزي 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 اТак Sergey كمبوزي كمبوزي يعني لديك راتب أو مرتب جيد il a un bon caractère لديه سولوخ حسن إلى 10 ans إلى 10 ans عندها 10 seniors On a un bon directeur لدينا مدير جيد Nous avons une grande maison نملكو أو عندنا أو لدينا منزل كبير Vous avez des enfants هل لديكم أطفال Ils ont un petit projet يملكون أو عندهم مشروع صغير Ells ont des problèmes عندهن مشاكل كما لاحظتم في الأمثلة أنه لنستعملوه فأنا نريد أن نعبره على الملكية لدينا منزل كبير يملكون مجرد أو ملموس يعني إني أمر مجرد أو ممر يعني لدينا مجرد أو موجودة يعني هذا من بين الأمور المهمة أو الاستعمالات المهمة وكذلك نعبره به على سن لاج كما نريد أن نقول العمر لنا أو العمر لشي شخص آخر إما يكون إنسان يمكن أن يكون حيوان لاج ديالو نعبر عليه باللغة نتمنى أنكم تكونوا سافتوا من هاد الحلقة وفهمتوا مزيان لإستعمال ديال البرب أفوار الآن إن شاء الله سوف نختم بواحد الإجزرسيس التمارين لكي تختبروا لكي تفهم ديال الدرس الفهم ديال الدرس وإن شاء الله سوف تكون في تحت الفيديو في الدسكريبسيون تحت الفيديو سوف تلقوا لكي تحاولوا أنكم نجزوا هاد التمارين بوحدكم ومن بعد شوفوا تصحيح ديالو تحت الفيديو وصلنا لنهاية الحلقة إن شاء الله نتمنى أنكم تكونوا سافتوا معنا لا تردوش شاركوا الدرس مع الأصدقاء ديركم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد حتى تعم الفائدة وشعارنا دائما شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله